جرائم إبادة جماعية قطعت فيها أتساد الرجال حتى الموت وأحرق الأطفال أحياءً واختصبت آلاف النساء والفتيات ونهبت القرى وسويت بالأرض وترد أكثر من 700 ألف شخص من منازلهم كل هذا عاشه مسلمون روهينجيا على يد قوات الجيش في ميانمار أمام مرأة ومسمع العالم أجمع ومع ذلك لم يتم حتى الآن توجيه اتهام دولي رسمي لمستشارة الدولة في ميانمار أونغسان سوتشي إلا أن موقع انترسبت الأمريكي رأى في مقال له أن الوقت قد حان لكي توجه المحكمة الجنائية الدولية اتهاماً رسمياً لأونغسان سوتشي بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد مسلمين روهينجيا ورغم أنه كانت هناك بعض التحركات الأممية الخجولة كالدعوة إلى التحقيق مع كبار القادة العسكريين في ميانمار ومقاضاتهم على الجرائم الشنيعة ضد المدنيين بموجب القانون الدولي إلا أن هذه الدعوة لم تشمل ملاحقة سوتشي قضائياً فلا يخفى على أحد أن هذه الزعيمة تملك دعماً كبيراً من الغرب فكيف لا؟ فهي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991 ولطالما ما دافعت بتبجح عن عسكر بلادها بل وقللت من شأن الجرائم التي يرتكبونها بحق مسلمين روهينجيا ومع زواجية المعايير الغربية المعهودة كانت الذرائع جاهزة لتجنيب سوتشي التعلضة لأي محاكمة أو مساءلة فهي بحسب الحجج الغربية الواهية زعيمة مدنية ولا سلطة لها على العسكر وبذلك لا يمكن تحملها مسؤولية الهجمات الوحشية ضد مسلمين روهينجيا كما أن ميانمار ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فإن كل تلك المبررات مهدت وتمهد لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المسلمين هناك وأمام هذا التواطئ الدولي مع كل هذه الجرائم البشعة هناك ما يثير الاستغراب حقاً وهو صمت العالم الإسلامي ووقوفه موقف المتفرج إزاء كل هذه الجرائم البشعة التي ترتكب بحق مسلمين روهينجيا